في الجزء الثلاثين من بحار الأنوار للمجلس صفحة 289 إنه أحد الأجزاء التي منع المرجع البروجردي طباعتها في إيران أيام مرجعيته في الخمسينات حرم على صاحب المطبعة أن يطبع ستة أجزاء من بحار الأنوار لأنها تجتمل على ظلامة أهل البيت وتجتمل على مطاعم أعدائهم لعنة الله عليهم هذه الأجزاء طبعت بعد ذلك صفحة 289 سئل زيد بن علي زيد الشهيد سئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر فلم يجب فيهما في يوم المعركة في المعركة التي استشهد فيها سئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر فلم يجب فيهما فلما أصابته الرمية وقع سنان الرمح في جبهته هكذا قتل طعنوه برمح فوقع سنان الرمح في جبهته وهناك من يقول من أنهم أصابوه بسهم في جبهته كالسهم الذي وقع في صدر الحسين فلما أصابته الرمية إنها رمية السهم فلما أصابته الرمية فنزع الرمح من وجهه سئل زيد بن علي إنه زيد الشهيد سئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر متى في المعركة في المعركة التي قتل فيها أصابه رمح في جبهته وبسبب هذه الإصابة توفي زيد بن علي سئل زيد بن علي عن أبي بكر وعمر فلم يجب فيهما فلما أصابته الرمية فنزع الرمح من وجهه استقبل الدم بيده حتى صار كأنه كبت لأن الدم قد تدفق في يده وبدأ بالتخثر حتى صار كأنه كبت فقال أين السائل عن أبي بكر وعمر هما والله شركاء في هذا الدم ثم رمى به وراء ظهره رمى بدمه وراء ظهره في بعض النصوص هما قتلاني هما رمياني هما رمياني بهذا الرمح هما قتلاني هما أوقفاني هذا الموقف المنطق المنطق واحد والجذر العقائدي والفكر المنطق واحد والجذر العقائدي والفكري واحد ماذا نقرأ في سورة آل عمران في الآية الثالثة والثمانين بعد المئة بعد البسملة الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار الحديث عن بني إسرائيل الحديث عن اليهود الذين كانوا في الحجاز عن يهود المدينة هذا كلام يهود المدينة أيام كان رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة بعد أن هاجر إليها الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في زمان رسول الله اليهود ما قتلوا نبيا ولكن الله ولكن الله يقول لهم لما قتلتم الأنبياء والمرسلين قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه النبي يخاطب اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة أيام حياته لا يخاطب الأقوام الذين ماتوا في القرون الماضية هذا الكلام كلام يهود المدينة الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فماذا قال رسول الله لهم وهو قول الله الله هو الذي يقول لهم على لسان رسوله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين ماذا نقرأ في الجزء الثاني من الكاف الشريف الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة أربعمية وتسعة الحديث الأول من الباب الذي عنوانه باب في صنوف أهل الخلاف إلى آخر عنوانهم الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام الصادق قال لعن الله القدري لعن الله الخوارج لعن الله المرجئ لعن الله المرجئ لعن القدرية وهناك من يقرأها القدرية لعن الله القدرية لعن الله الخوارج قال ذلك مرة مرة لكن حين ذكر المرجئ لعنهم مرتين والمرجئة مرجئتان مرجئة سقيفة بني ساعد ومرجئة سقيفة بني طوس وقد حدثتكم عن هذا بحسب أحاديثهم ورواياتهم الشريفة مر علينا هذا في الحلقات المتقدمة إمامنا الصادق هكذا قال لعن الله القدرية لعن الله الخوارج لعن الله المرجئة لعن الله المرجئة أحد أصحابه كان يستمع إليه فقال له لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين فالإمام لعن القدرية مرة ولعن الخوارج مرة ولعن المرجئة مرتين لعنت هؤلاء مرة ولعنت هؤلاء مرتين قال إن هؤلاء المرجئة الذين لعنهم مرتين إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون يدافعون عنهم مثل ما يدافع مراجع النجف عن قتلة فاطمة ويبرئونهم من هذه الجريمة ويقولون من أن فاطمة لم تقتل قطعا هم لا يثبتون الجريمة وبعد ذلك يدافعون عنهم هذا لا يقبل في الوسط الشيعي وإنما يأتون بطريقة شيطانية عبر علم الرجالي كي يضعف الروايات والأحاديث فيقولون إن الجريمة ما حصلت وهنا يبرئون قتلتها من قتلها تلاحظون كيف يضحكون عليكم إنهم مراجع حوزة الطوسي هذا موقف أسستاني وهو موقف الخوئي أيضا وهو موقف محمد باقر الصدر وهو موقف بقية المراجع هذا الموقف الشيطاني موقفهم جميعا يستعملون علم الرجال الذي بينت لكم من أن القرآن يرفضه رفضا قاطعا ومن أن حديث الثقلين يرفضه رفضا قاطعا ومن أن منهج الأئمة يرفض علم الرجال رفضا قاطعا يأتون بعلم الرجال الناصبي كي يضعفوا الأحاديث التي تخبرنا عن جريمة قتل فاطمة وعن قتلتها ألا لعنة الله عليهم يضعفون الأحاديث وبعد ذلك يقولون إن الجريمة ما وقعت وهذا يعني تبرئة من قتلها هكذا يفعل الخوء وهكذا يفعل محمد باقر الصدر وهكذا يفعل السستاني وهكذا يفعل بقية المراجع أما الخطباء الذين يذكرون لكم ظلامة فاطمة هم لا يذكرونها بالتصريح من أنها قتلت وإنما يتحدثون عن هجوم على بيتها وهم يعتقدون بعدم صحة ذلك لماذا؟ لأنهم يتبعون المراجع في النجف لكنهم يضحكون عليكم كي يثبتوا لكم ظلامة فاطمة لأن عامة الشيعة تعتقد بهذا هذا هو الضحك على ذقون الشيعة وهذه هي المساحة التي تطلع الشيعة عليها لذلك يزورون لكم الحقائق ويضحكون عليكم هؤلاء السفلة من آيات إبليس العظمى هذه الروايات تنطبق عليهم قتلت الحسين في آخر الزمان زوار الحسين الذين يتشافون بتربته إنهم مقلدون مراجع النجف لأن الإمام الصادق حدثنا عن أكثر مراجع النجف وكربلاء عن أكثر مراجع الشيعة من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإذا كان مراجع النجف وكربلاء ألعن من شمر ومن حرملة فإن مقلديهم سيكونون في منزلة الشمر وحرملة الرواية تتحدث عن هذه الحقيقة طبقوا هذه الروايات هذا حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة الذين تقلدهم الشيعة بشكل واضح الحديث عن المشهورين عن المعروفين عن المرجع الأعلى وأمثاله هؤلاء أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الرواية في تفسير إمامنا الحسن العسكري وقد قرأتها مرارا وكرارا وشرحتها تارة بالتفصيل وتارة بالإجمال عودوا إلى برامجي على شبكة العنكبوتية وسأعود إليها في هذه الحلقات فإذا كان كبار مراجع النجف وكربلاء أضر على الشيعة من شمر وحرملة هذا يعني أن الذين يقلدونهم أن الذين يتبعونهم في دينهم هم بمنزلة شمر وحرملة فهؤلاء هم قتلت الحسين في آخر الزمان يزورون الحسين ويتشافون بتربته لكنهم على منهج مراجع النجف وكربلاء أولئك شر من شمر وهؤلاء كشمر وحرملة هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية وهذا هو منطق القرآن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب يهود المدينة من أنهم قد قتلوا الأنبياء وما قتلوا نبيا إمامنا الصادق يشرح لنا هذا قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة ماذا يقول محمد حسين فضل الله وهو ينقل لنا فكرة الخوئي وفكرة محمد باقر الصدر وفكرة حزب الدعوة حيث يقول من أن الصحابة كانوا يجلون فاطمة وكانوا يحبون فاطمة فكيف يهجمون على دارها ها هو يصفهم بأنهم مؤمنون لأن الذين يحبون فاطمة مؤمنون لو أن مراجع النجف يأمنون من عامة الشيعة لقالوا لكم أكثر من ذلك لكنهم يخافون من عامة الشيعة ومن ردود أفعالهم إذا ما تحدثوا بعقائدهم الحقيقية قال إن هؤلاء يقولون إن قتلتنا مؤمنون فدماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة إن الله حكى عن قوم في كتابه هكذا قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين قال كان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام فألزمهم الله القتل برضاهم ما فعلوا هذا هو منطق القرآن وهذا هو منطق العترة الطاهرة أقرأ عليكم أيضا من تفسير العياش وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية هذا هو الجزء الأول طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 233 من الجزء الأول رقم الحديث 183 بصدد الآية 183 بعد البسملة من سورة آل عمران عن محمد بن الأرقط عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال لي تنزل الكوفة بيتك في الكوفة منزلك في الكوفة قلت نعم قال فترون قتلة الحسين بين أظهركم هذا الكلام في زمان صادق لم يبقى أحد من قتلة الحسين الذين كانوا في عاشورة قتلوا وماتوا الذي قتل قتل والذي مات مات زمان الإمام الصادق زمان متأخر عن زمان عاشورة الإمام الصادق يسأل محمد بن الأرقط تنزل الكوفة قلت نعم قال فترون قتلة الحسين بين أظهركم يعيشون معكم قال قلت جعلت في ذاك ما رأيت منهم أحدا لماذا لأنهم قتلوا وماتوا قال فإذا أنت لا ترى القاتل إلا من قتل أو من ولي القتل أو ولى القتل أي أناب عنه نائبا ألم تسمع إلى قول الله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فأي رسول قبل الذي كان محمد صلى الله عليه وآله بين أظهرهم ولم يكن بينه وبين عيسى رسول إنما رضوا قتل أولئك فسموا قاتلين الرواية دقيقة دقيقة جدا الإمام الصادق يقول لمحمد بن الأرقاط تنزل الكوفة قلت نعم منزله في الكوفة قال فترون قتلة الحسين بين أظهركم يعني أن قتلة الحسين في زمان الصادق كانوا موجودين إنهم من أبناء زمان الإمام الصادق فالرواية التي قرأتها عليكم من أن قتلة الحسين في آخر الزمان زوار الحسين إنهم مقلدون مراجع النجف وكربلاء لأن مراجع النجف وكربلاء وصفوا في حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه بأنهم أضروا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه قطعا مقلدهم سيكونون في هذا الحال سيكونون كجيش يزيد المراجع ألعن من جيش يزيد والمقلدون والأتباع كجيش يزيد الإمام الصادق يقول لمحمد بن الأرقاط تنزل الكوفة قلت نعم قال فترون قتلة الحسين بين أظهركم قال قلت جعلت في ذاك ما رأيت منهم أحدا إنه يتحدث عن الذين حضروا في عاشوراء ابن الأرقاط فماذا قال له إمامنا الصادق فإذا أنت لا ترى القاتل إلا من قتل أو من ولا القتل ألم تسمع إلى قول الله قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فأي رسول قبل الذي كان محمد صلى الله عليه وآله بين أظهرهم ولم يكن بينه وبين عيسى رسول إنما رضوا قتل أولئك فسموا قاتلي هذا هو القرآن صريح واضح الذين قالوا إنهم يهود المدينة الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين هؤلاء هم قتلت الأنبياء والذين يكونون في كل زمان مثل ما جاء في الرواية إنهم المنتحلة لولايتنا وهم ليسوا منا ليسوا منا ليسوا على منهجنا من لم يؤمن برجعتنا فليس منا مراجع النجف لا يؤمنون برجعتهم مثل ما هم يريدون الذين ينقضون بيعة الغدير ليسوا من محمد وآل محمد مراجع النجف وكربلة نقضوا بيعة الغدير في التفسير والعقائد وفي الفتاوى فهم ينتحلون مودة العترة وليسوا منها العترة هذا هو واقع الشيعة قلت لكم التفاصيل خطيرة في الموضوع الذي أتناوله في هذه الحلقة وما يأتي بعدها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر الرجال بكثر ما يروون عني ترجمة نانسي قنقر وبالروايات ترجمة نانسي قنقر لما يملك أي شراف هذا بوجهي وقاف لما يملك بشراف هذا بوجهي وقاف ما يملك مرد شيعة بلا عقيدة يا ناس عمي يا ناس مهار الأقيدة بتريكم مولاي ما يملك يا ناس يا ناس يا ناس مهار الأقيدة مهار الأنحراف في الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة من سورة آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنه كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الآية في بني إسرائيل إنها الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل عن اليهود في زمان رسول الله إذا ما رجعنا إلى الآيات التي قبلها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم الحديث عن أهل الكتاب زمان رسول الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلى أن تقول الآية ويقتلون الأنبياء بغير حق الحديث عن اليهود زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا نقرأ في تفسير العياش جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الجزء نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل صفحة 219 رقم الحديث 132 عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل ماذا قال إمامنا الصادق والله ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم إنهم ما ضربوا الأنبياء ولا قتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها فأذاعوها في وقت التقية وإلا فنحن مأمورون بنشر أحاديثهم كيف تتعلم الشيعة دينها إذا لم ننشر أحاديثه ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها فأخذوا عليها من قبل الظالمين فقتلوا فقتل الأنبياء فصار قتلا واعتداء ومعصية وقد ورد في الروايات من أن الذين أذاعوا سرنا ما قتلونا قتلا خطأا وإنما قتلونا عمدا فهذا مستوى من مستويات القتل حينما لا يكون التزام بمنهج الإمام المعصور هذا مستوى خطير يمكننا أن نقع فيه جميعا حينما لا يكون هناك التزام بمنهج الإمام فالإمام وضع لنا منهج التقية مثلا أو وضع لنا منهج التمهيد لمشروعه مثلا أو وضع أو وضع فإن عدم الالتزام بمنهجه بحيث يؤدي ذلك إلى الإضرار به وربما يؤدي ذلك إلى قتله مثل ما فعل هشام بن الحكم مع إمامنا الكاضم لم يكن ناويا للإضرار بالإمام لكنه خالف منهج الإمام فما قام به في بغداد أدى إلى قتل إمامنا الكاضم سأتناول هذا الموضوع بالتفصيل لأنه يرتبط بواقعنا فهذا شيعي إنه هشام بن الحكم هو الذي سبب قتل إمامنا الكاضم إمامنا الرضا هو الذي أخبرنا بهذا مع أن الإمام الكاضم قد حذره من ذلك قال له إياك ودمي لكن لغفلة لسوء توفيق لعثرة هذه العثرة حذره منها إمامنا الصادق في بدايات شبابه حذره من هذه العثرة لكنه وقع فيها فكان سببا في قتل إمامنا الكاضم فهل تستغربون الأحاديث التي تخبرنا عن أن قتلة الحسين في آخر الزمان هم زواره والذين يتشافون بتربته هذا هشام بن الحكم كان كان سببا في قتل إمامنا الكاضم فأين الغرابة في هذه الروايات وأن الغرابة في هذه المضامين ما هو هذا الواقع الشيعي مراجع النجف وكربلاء أضر من جيش يزيد قطعا مقلدوهم وأتباعهم سيكونون كجيش يزيد لأن الرواية نفسها تقول من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم فهم ألعنوا من شمر والمقلدون كشمر وحرملة وهؤلاء يزورون الحسين ويزدون على تربته ويتشافون بتربته لكنهم ليسوا من الشيعة إنهم شيعة المراجع لهذا السبب فإنني أقسم شيعة إلى شيعة الحجة بن الحسن وإلى شيعة المراجع فشيعة المراجع هؤلاء يحبون أهل البيت هم المنتحلة لمودتنا ولكن ليسوا منا على منهج الأشاعرة والمعتزلة مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا للشيعة في زماننا هذا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا هؤلاء في الحقيقة ينكرون الأئمة وإن كانوا يظهرون حبه لأنهم ديخيون هؤلاء سيسلب منهم الإيمان سيسلب منهم التشيع لأنهم أركبوا المراجع على ظهورهم المراجع قادوهم إلى الضلال هذه الروايات والآيات يشرح بعضها بعضا إنها منظومة فكرية متكاملة وسأبين لكم العجب العجاب فيما يأتي من هذه الحلقات من هذه الحقائق هذا هو الدين المغيب عنكم يا أيها الشيعة هذا هو دينكم الأصيل وهذه عقائدنا التي لا أحدثكم عنها إلا من قرآنهم ومن تفسيرهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير لكما يفعل السفهاء والخوانة من مراجع النجف وكربلاء يقولون لكم نحن على بيعة الغدير ولكنهم يفسرون القرآن بخلاف مواثيق بيعة الغدير كتبهم موجودة خطباؤهم موجودون فضائياتهم موجودة وهذه تفاسير الغدير يخالفونها يرفضونها عن إسحاق بن عمار عن الصادقي صلوات الله وسلامه عليه بشأن هذه الآية ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الإمام الصادق يقول والله ما ضربوهم بأيديهم ما ضربوا الأنبياء بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم وأسرارهم فأذاعوها خالفوا منهج التقي فأخذوا عليها فأخذ الأنبياء فقتلوا فصار قتلا واعتداء ومعصية هذا قتل عمد كما تقول أحاديثهم الشريفة هذا صنف آخر من أصناف قتلة الأنبياء من أصناف قتلة رسول الله من أصناف قتلة أمير المؤمنين من أصناف قتلة الزهراء الويل لنا الويل لنا أن نكون في عداد قتلة الزهراء هؤلاء الذين ينكرون ظلامتها هم في عداد قتلتها هؤلاء الذين يبرئون أعداءها هم في عداد قتلتها هؤلاء هم قتلت الحسين هؤلاء هم قتلت فاطمة إنهم كبار مراجع الشيعة وأتباعهم أنا ما قرأت عليكم إلا من القرآن وإلا من أحاديثهم التفسيرية وإلا من رواياتهم وما بينت إلا القليل التفاصيل ستأتينا في الحلقات القادمة من قرآن من أدعيتهم من زياراتهم من رواياتهم فقط وفقط وفقط أنتم ماذا عندكم هراء الأشاعرة والمعتزلة هراء الطوسي هراء العلامة الحلة هراء مرتضى الأنصار هراء صاحب الكفاية الخراسان هراء الخوئ هراء محمد باقر الصدر هراء السستان وبقية المراجع المعاصرين هذا الذي عندكم لقد اختلط هراءهم بخرائهم فما أصبحنا نميز ما بين هراءهم وخرائهم ولا ندري هل يخرجونه لنا من أفواههم أم من أسافلهم اختلطت الأمور علينا مثل ما اختلطت عليهم هذا هو واقع الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم الحوزة المشؤومة في النجف سنة سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا نذهب إلى فاصل عن إمامنا عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما عن النبي قال قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفة آية أخرى في نفس السياق هي الآية الحادية والعشرون بعد البسملة من سورة آل عمران الآية التي تسبقها فإن حاجوك الخطاب لرسول الله والكلام عن أهل الكتاب زمان رسول الله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتابة والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاخ والله بصير بالعباد إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَاقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ الحديث عن أهل الكتاب عن اليهود في زمان رسول الله هؤلاء هم يهود المدينة فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم الأميون هم أهل مكة نسبة إلى أم القرى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين هذا الخطاب موجه لليهود من أهل المدينة تلاحظون أن القرآن آياته واضحة تخاطب يهود المدينة من أنهم قتلت الأنبياء هذه الرواية نحن في شك منها نحن نعرضها على القرآن وحقائق حديث العترة تلاحظون أن مضمونها أن مضمون الرواية يأتي منسجما مع هذه الآيات الرواية تحدثت عن قتلة الحسين ووصفتهم بأنهم قتلت الأنبياء في كل زمان ووصفتهم بأنهم المنتحلة لولايتنا وهم ليسوا مننا على منهج آخر يطلبون المعرفة من طريق آخر طلبوا المعرفة من غير يطلبون المعرفة من طريق آخر طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن هكذا جاء في رسالة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الكلام هو وهو في آية أخرى في الآية الحادية والتسعين بعد البسملة من سورة البقرة السياق واضح ولما جاءهم لما جاء اليهود جاء أهل الكتاب كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين إلى أن تأتي الآية الحادية والتسعون وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمني الخطاب هو النبي يخاطب اليهود في زمانه ويحملهم قتل الأنبياء يقول لهم لم تقتلون الأنبياء وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله آمنوا بالقرآن قالوا نؤمن بما أنزل علينا ما أنزل علينا في التوراة التي عندهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم الحديث عن القرآن هنا قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين تلاحظون أن الآيات تتحدث بشكل واضح وبشكل صريح وتنسب القتل إلى يهود المدينة الذين كانوا في زمان رسول الله الآيات بشكل صريح تعدهم من قتلة الأنبياء ومن أنهم قتلوا الأنبياء السابقين هذا هو منطق القرآن ما جاء في الرواية تلك وإن جاءت في كتب النصيريين لكن المضمونة يأتي منسجما مع القرآن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ لا تردوا خبرا الحسين بن حمدان ضال مضل وكتابه كتاب ضلال وكتابه غلو وكفر لكن فيه من الحقائق فهذا المضمون مضمون حقيق مضمون حق يأتي منسجما مع منطق القرآن منطق القرآن واضح جدا في الآيات التي تلوتها عليكم وقت الحلقة انتهى لازال الحديث متصلا متواصلا الموضوع خطير 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 تابعوا هذه الحلقات بدقة وعودوا إلى الإعادة هذا موضوع خطير يخصنا يخصكم أنتم هل تريدون أن تكونوا من قتلة الحسين هذا الموضوع يرتبط بعصر الرجعة العظيمة جذور قتل الحسين في عصر الرجعة العظيمة ينشأ في عصر الغيبة فإما أن نكون من قتلة الحسين وإما أن نكون من الموهدين لقتله في الرجعة العظيمة القضية خطيرة الدين عميق لا تأخذ الدين من هؤلاء الثولان في النجف وكربلا هؤلاء دينهم دين الأعراب دين سطحي دين سفيه دين سخيف تلاحظون أن القرآن والمنطق السليم والعقل الواضح والأحاديث البينة تأتي منسجمة متعاضدة في حقيقة واضحة تتجلى في لوحة متكاملة لا زال الحديث لزال الحديث متواصلا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله أسألكم الدعاء ترجمة نانسي قنقر